الغربال اتماعي على السوشيال ميديا فالريال مدريد فارع عنه بمطش واحد السنة دي الريال مدريد لعب 61 مباراة الاهلي والمان سيتي لعبوا 60 مباراة بس كمان خدوا بالكم الاهلي تأجلوا مبارتين مباراة مؤكدة مع انبي في سيم فاينال الكاس ومباراة محتملة لو كان صعد او لو صعد للنهاية فلو كان اتحاد الكرة ما اجلش الكاس كان الاهلي زمانه اكتر اندية العالم مشاركة في المباراة السنة دي وهيكون لعبت الاهلي الاكسر تعرضا للاجهاد انا عايز اقبوا لحظة هنا هيجي وقولك هديك قلته ريال مدريد اكتر منك بمباراة وده ريال مدريد ممكن ارد عليها اقوله كلمة واحدة بس ده خليك معايا بس عشان ايه شوارب مطلع لك الاندية الاكسر مشاركة هي ريال مدريد 61 المان 660 الاهلي 60 مصريا بقى عشان نقارن مصر بقى الناس اللي بتقارننا بيرامنز عنده 53 مباراة الزمالك 51 مباراة وفيوتشر 51 مباراة يعني هو اكتر من زمالك بتسعة مباراة اكتر من بيرامد بسبعة مباراة اكتر من فيوتشر بتسعة مباراة اه وده اللي بنقوله ان الناس اللي مشورها الافريخي ابتدى يعني خلص بادري ارتاحت لكن انا عايز اعلق هل تأثرت الاندية هل تأثرت هو ريال مدريد ده هو ريال مدريد بتاع السنة اللي فاتت ام ولا مستوى عمل ازاي رغم ان السنة دي عنده اتنين لعيبة هم اللي احسن على مستوى العالم بنزيمة وينيسيس اي صح ولا لا صحيح ورغم كده نتائجه يبا اذا كل اللي اندية بترهق رغم ان انا مشاويري هو بيلعب في اوروبا اللي بيروحوها بالقاطر وساعات بالعربية الشخصية يعني وحيقراب يروحوها ماشي واحنا بنركب مسافات بتتجاوز العشر واثنشر ساعة ساعات في الطيارة عشان تروح تلعب ماشي وترجع فمقارنة حتى عدد المباريات هو مش مقارنة موضوعية اوي يعني يعني ستين مباراة بتوعها كينو ماربعين بالنسبة لنا لاننا كل المشاوير الافريقية علقة ده خد كمان مقارنة ببقية الفرق حتى المصرية ما هو انت لما الدور بيقف لعبت الاهلي جزء كبير بينتقل للمنتخب الوطني وجزء المحترفين الاجانب بيسافروا المنتخبات بلدهم والمنتخب اللي لهم بيلعب فانت معظم لعبتك الاساسية عندها سبع تمن عشر مباريات دولية مضافة على الستين على الستين طب انا حوف افكرك بحاجة بقى اه هو انت في كاس العالم اللي في المغرب الاندية في كاس العالم للاندية اللي في المغرب انت عمرك شاركت وصفرت عدد هذي السفرات احنا كنا نلعب ماتش ونسافر 350 ولا 400 كيلو عشان نلعب التاني ونرجع نلعب تاني ونرجع تاني لما رجعت قابلت مين بيرتحين بقى فرش اول ماتشات ليوم كانت معاك اه ريال مدريد تاني ماتش نو كان معاك ايو وما تحركش من مكانه ايو وكنت مستوي انت لعبت بقى ثلاث ماتشات قابليه بسفريات بسفريات اه ولعبت برضو ده مبطل اه لامنجو البرازيل بنفس الشيء اه هو جاي يعني ما سفرش زيك ما لعبش عدد ماتشاتك فانت مرهق هنا مرهق هنا مرهق هنا يعني الارهاق يا جماعة البدني والنفسي عملية على اللاعب لنبشر جربوها على نفسك وحضراتك في اي شأن مشهول الحياة وشوفوا هتتعاملوا بنفس القوف كل اللحظات ولا لا